السلام عليكم لبنات كانت مننا تكونوا باخر الاخير وفي احسن الاحوال والصحة ديالكم وانتو ما كتشوفوا هاد الفيديو ديال اليوم ومرحبه بكم فيديو جديد ووصفة جديدة لبنات الي اول مرة كشوفوا الفيديو ديالي وكشوفوا القناة ديالي فما تنسوش تاركو في القناة وتفاعلو زير الجرس باش توصلوا باي فيديو جديد حتي تشعروا على القناة ديالي ومرحبه بالجميع وما تنسوش لبنات دعموني بلايك باش هاد الفيديو هاد يوصل اكبر عدد من المشاهدين ويستفدو منو اليوم والبنات كيما كتشوفوا معايا في العنوان ديالفيديو هاد نشارك معاكم وصفة لعلاج تساقط الشعر هاد الوصفة هاد هاد الوصفة هادي كتوقف تساقط الشعر بصفة نهائية كتطول الشعر وتنبت الفراغات غدا نحتاج في هاد الوصفة هادي كما كتلاحظوا معايا نجمة الارض او نجمة اليانسون كيما كتلاحظوا معايا فنجمة الارض البنات رائعة في تطويل الشعر كتوقف تساقط الشعر وتنبت الفراغات غدا ندوز باش نحضر معاكم هاد الوصفة هادي غدا نحتاج الكاسرونة كيما كتلاحظوا معايا غدا نضيف نجمة الارض او نجمة اليانسون فغدا نضيف جوجة المعالق ديال نجمة الارض غدا نضيف كذلك القرنفل فالقرنفل رائع في تطويل الشعر كيوقف تساقط الشعر وينبت الفراغات غدا نضيف ملعقة من القرنفل غدا نضيف لهم كذلك الحب السوداء فالحب السوداء البنات رائعة في علاج تساقط الشعر وكتطول الشعر بسرعة غدا نضيف ملعقة من الحب السوداء وغدا نضيف وغدا نضيف كذلك اوراق الريحان اوراق الريحان تعالج جميع مشاكل الشعر توقف تساقط الشعر بصفة نهائية كتطول الشعر بسرعة وكتطول الشعر وتنبت الفراغات غدا نضيف لهم كاس كبير ديال الماء كيما كتلاحظوا معايا كنخلط مزيان هاد المكونات مع بعضياتهم غدا نحط الكاسرونة فوق البوطة وكنخليها كتغلى المدة ديال عشرة دقيق كيما كتلاحظوا معايا كيما كتلاحظوا معايا وغدا نرجع لعندكم هنا البنات من بعد ما غلّت هاد المكونات هادو او لهاد الاعشاب هادو وكنخلي هاد الخالط هادا حتى كيبرد مزيان كيما كتلاحظوا معايا غدا ناخد صفاي وغدا نصفي الماء اللي غليت فيه الأعشاب وكما لاحظتم معي يا لبنات جميع المكونات اللي استعملت في هاد الوصفة طبيعيين وفي متناول جميع وأهم حاجة أن هاد الوصفة هدي كتعطي نتائج رائعة هنا من بعد نصفت الماء اللي غليت فيه الأعشاب غدا ناخد قنينة على شكل بخاخ أو لقرعة على شكل بخاخ وكنفرغ فيها هاد الماء هذا اللي غليت فيه الأعشاب وغدا نرجع لعندكم من بعد كما كتلاحظوا معايا بالنسبة لطريقة الاستعمال ديال هاد الوصفة هاد الوصفة هدي كتستعمل يوميا بدون غسل الشعر فكترشوا الفروة ديال الشعر ديالكم والشعر كذلك بهاد الماء هذا اللي غليت فيه الأعشاب كما قلت لكم البنات الوصفة كتستعمل بدون غسل الشعر كتستعمل الوصفة يوميا كتلاحظوا الفرق من أول أسبوع فكتوقف تساقط الشعر بصفة نهائية تنبت الفراغات وكتطول الشعر بسرعة وضروري البنات ما تدوموا على هاد الوصفة فإلا بغيتوا نتيجة سريعة فضروري ما تدوموا على هاد الوصفة وكما لحتوا معايا البنات الوصفة المكونات ديالها في متناول جميع والمكونات ديالها طبيعية وأهم حاجة أن هاد الوصفة هذي كتطي نتائج رائعة والبنات لي أول مرة كيشوفوا الفيديو ديالي وكيشوفوا القناة ديالي فما تنسوش تتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بأي فيديو جديد حطيتوا على القناة ديالي ومرحبا بالجميع ونخليكم إلى خير ونطلقوا فيديو جديد إن شاء الله سلام عليكم